يعني أنا دلوقتي إلا مثلا لما يكون عندي ضائقة مالية وده أكيد بيسبب لي أثر نفسي صعب ألجأ لأي صورة في الكتاب علشان أتدبر وأفهم هو زي ما أنا قلت لحضرتك كده لما أنت تكون إيه واقع الكلام اللي أنا قلته ده اللي حضرتك بتقوله إزاي أنه حطه على الواقع يبقى له علاقة بالواقع أنا دلوقتي زي ما حضرتك أشارته قلت إن أنا في ضائقة مالية لو إحنا اللي بقى يحصل دلوقتي طبيعي في ضائقة مالية تلاقيه في غاية الغضب بل من الممكن يوصل لحالة أنه هو يحصل عنده انفعال يؤثر عليه حتى صحيا يبقى هو أثر على جانب ماده في حياته لكن لو الإنسان بقى يتعامل بالطريقة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى والطريقة الإسلامية والطريقة الإيمانية التي تعلق بإيمان المرء أولا المرء المؤمن يدرك أن الرزق هو الله المرء المؤمن يدرك أنه طالما أنني صادق في مسألة السعي الله سبحانه وتعالى سيرزقني فهو هيكون كل اللي هيبقى مشغول به أنه يفعل ما عليه من أجل الحصول على المال يأخذ بكل الأسباب يأخذ بكل السعي لو هو عنده الجانب الإيماني المتعلق بالله ستجد أنه يضع في نفسه مراقبة المولى سبحانه وتعالى في كل لمحة مش يجي لو هو غاب عن نظر الناس يبدأ يتصرف تصرفات خطأ لا هو يضع نفسه في كل لحظة من لحظات حياته أن الله سبحانه وتعالى يراه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه لذلك هذا هو الجانب الذي يريح نفس الإنسان الذي يريح نفسية الإنسان غير كده ارتبطنا دائما وأبدا بالجانب الماديات هو أمر يسبب القلق ويسبب الاضطراب ويسبب عدم الراحة لكن دائما وأبدا لما نتكل على الجزء الذي يتعلق بالمولى سبحانه وتعالى يازال الله في عوني ما دام العبد في عوني أخيه من الممكن أن أنت في بعض الأمور التي تعملها في حياتك بسيطة تساعد فيها الناس تكون سبب في ستر المولى سبحانه وتعالى وتوفيقه طيب دكتور عبدالداني في ناس بتفضل أن هي تشغل إذاعة القرآن الكريم 24 ساعة في البيت أو يبقى عنده الام بي سي ويبقى مشغل به القرآن الكريم طول الوقت موجود في البيت أو حتى برا البيت هل ده مباح؟ هل ده أفضل طريقة أننا نحس براحة نفسية في البيت؟ ولا في طرق تانية؟ وحضرتك مع الفكرة ولا لا؟ لا هو حضرتك أنا مع التواصل مع القرآن الكريم في أي حالة بس هو فيه درجات يعني فيه الاستماع فقط وده هيؤجر عليه وهيصيبه بحالة راحة والإنسان اللي يتعود على أن لما يبقى القرآن شغال وهو نفسيته مستراحة هذا أمر حسن جيد جدا لكن فيه أمر تاني يبقى تعلق بمسألة تدبر كلام المولى سبحانه وتعالى أن أنت تتدبره أن أنت تتدبر هذا الكلام يعني تبقى فاهم معانيه تبقى فاهم يعني ده أمر حسن وفيه أمر أحسن من كده كمان وهو أن تكون تستمع وأن تكون تتدبر وتفهم وأن تكون تطبق هذا بشكل واقعي على حياتك وبشكل عملي على حياتك أن يعود هذا على حياتك جزئية أن أنا أتدبر وأفهم إيه أفضل الطرق لها تنصحة بحيث أن أحنا وإحنا بنقرأ يبقى التدبر مفهومه صحيح أو أن أنا أبقى وسط لي المعلومة صحة هو فيه كتب للتفسير كتب صحاح من المفروض يعني أن أنت فيه يعني فيه كتب للمرحلة يعني لو أنت بادئ في ممكن تقراها فيه كتب بسيطة يعني في التفسير وفيه كتب يعني أكثر تخصصا بالنسبة للتفسير في البداية الإنسان المسلم العادي من المفروض أنه يعتمد على بعض الكتب المعتبرة في تفسير القرآن الكريم لأن في الحقيقة سماع القرآن راحة وأيضا فهمه فهم معانيه هي راحة مهمة جدا للنفس والله سبحانه وتعالى يعني في كتابه وعد بأنه يسر من يريد أن يفعل قال ولقد يسرن القرآن للذكر في هالمهم ويمكن هنا القرآن لما ذكر بأنه ذكر يعني أمر لا بد أن يكون في حياتنا مذكور لا بد أن يكون أثره شاهد وحاصل في حياة الإنسان المسلم يعني ما ينفعش أبدا أننا لما يجي أتناقش مع حضرتك أستدل بآيات قرآنية وقول لك كذا لكن ده ما يبقاش له أثر في حياتي الأثر في حياة الإنسان ده أمر مهم جدا فهو لا بد أن نحن نبقى فيه فهم للمعاني عن طريق يعني كتب التفسير المعتبرة وكتب التفسير المحل إجماع كثيرة جدا يعني موجودة المكتبة الإسلامية الزاخرة بكتب التفسير التي هي محل إجماع يعني كثير جدا المنتخب وتفسير الجللين وتفسير الناس التفسير كثيرة جدا يعني الحمد لله تفسير الحمد لله وفيه أحدث تفسير للقرآن الكريم ويمكن يعني بيتماشى وكان له طابع الناس بتحبه اللي هو آخر حاجة اللي هو تفسير الشيخ الشعراء وعليه رحمة الله للقرآن الكريم كان تفسير سهل ومبسط وبألفاظ من يعني ممكن أي حد يستطيع أنه يفهم الألفاظ التي وردت فهذا أمر مهم مو مو